هي الأولى بالمغربي، عائلة افتراضية بالذكاء الاصطناعي تثير جدلاً كبيراً بالمملكة المغربية بعد أن حضيت الشخصية الافتراضية كنزة ليلي المطورة بتقنية الذكاء الاصطناعي باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي اتخذت الشركة المغربية التي طورتها خطوة إبداعية جديدة فطورت أخاً وأختاً لام كنزة ليلي لتشكيل أول عائلة افتراضية في المغرب قادرة على صنع المحتوى والتواصل مع البشر تتكون هذه العائلة من كنزة ليلي، واو، زينة، واو، المهدي ويقوم فريق مكون من 13 شخصاً بقيادة مريم بسة رئيسة الشركة في مدينة الدار البيضاء بإدارة هذه العائلة الافتراضية تعرض ليلى كنزة محتوياتها على متابعيها بواسطة فيديوهات تظهر فيها وهي تتحدث باللهجة المغربية البارجة وتشاركها على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام ويتناول المحتوى مواضيع عدة تتعلق بأسلوب الحياة ملهمة العائلة الافتراضية تعد مريم بسة صاحبة الأربعين عاماً وراء ابتكار عائلتي كنزة ليلي الافتراضية ولدت مريم في مدينة الرباط وتابعت دراستها في مدينة ميكناس حتى حصولها على شهادة الثانوية العامة ثم انتقلت إلى فرنسا لإكمال دراستها العليا في مجال التسويق والإعلان لمدة خمس سنوات قبل أن تعود إلى المغرب عام 2008 للعمل في مجال التجارة مع عدد من الشركات الكبرى في عام 2016 أسست مريم وهي حالياً أم لبنتين شركة لا تولي ديجيتل المتخصصة في المجال الرقمي وابتكرت شخصية كنزة ليلي الافتراضية عام 2023 مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي توضح مريم أنها استلهمت فيكرة كنزة ليلي من نموذج أمريكي يدعى ليلى ميكيلا عام 2018 لكن تقنيات أندى كانت صعبة ومرتفعة التكلفة لإنشاء نموذج مغرب وعرب وإفريقي خلال الجنبر 2023 تم ابتكار شخصية كنزة ليلي من قبل شركة مريم تلتها أختها زينة في يناير 2024 وأخوهما المهدي بعد ذلك بشهر واحد تضم الشركة 28 موظفا يعملون في مجال التسويق ومنصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي 13 منهم متخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الشخصيات الافتراضية ترجمة نانسي قنقر